وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بصحب عناصر اللواء الثلاثين التابع للحجد الشعبي من جميع السيطرات الأمنية في مناطق سهل نينوى فيما أوعز إلى عناصر الجيش العراقي والشرطة المحلية بتسلم مهامها بدلا منه من جهتي عبر آمر اللواء النائب أبو جعفر الشبكي في بيان عن استغرابه من القرار وصفا إياه بأنه يحمل أبعادا سياسية فيما طالب القيادات الأمنية بعدم الرضوخ لأي قرارات تحاول نيل من منجزات اللواء محذرا من التصعيد والتوتر ودفع المنطقة إلى أمور لا تحمد عقباها